تحدث وزير الخارج يسامح شكري في جلسة حوارية في أسبوع أبو ظبيل الاستدامة عن أهم مخرجات مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ وأهم التحديات للعمل المناخي الدولي خلال المرحلة القادمة أدارت الحوار بيكي أندرسون من شبكة CNN الإخبارية الأمريكية وشارك فيها لوران فابيوس رئيس وزراء فرنسا الأسبق ورئيس الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر المناخ وأيضا السكرتير التنفيذي لاتفقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورزان المبارك رائدة المناخ للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ